الجزائر مع الحق العالمي للانسان والحيوان والنبات في الماء الجزائر ورغم انها اتخذت كثيرا من الاجراءات الا انها تود رفع هذا الانشغال للعالم حتى يسمع ويتوصل الى وضع خطة محكمة من نجل وضع حد لهذه الظاهرة دربال اكد ان الجزائر صخرت امكانيات هائلة لمواجهة شح المياه وضمان توفيرها لجميع مواجهات الجزائر استطاعت مواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري على الثروة المائية عبر تبني مخطط من عدة محاور من خلال التوجه نحو الموارد المائية غير التقليدية مع اطلاق مشاريع انجاز محطات تحلية مياه البحر وهو المجال الذي تعرف فيه الجزائر ديناميكية في اطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة